يهدف الحوار القضائي الإفريقي في طبعته السادسة إلى مناقشة إشكالية مهمة وهي سبل إدماج الاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي في مجال حق الإنسان في المحاكم الوطنية وهذا بالنظر إلى الدور الفعال للاجتهاد في إثراء العمل القضائي الداخلي من جهة واعتباره مصدر يستلهم منه المشرع الوطني عند سن القوانين القانونية أو تكيفها من جهة أخرى وهو ما يساهم في توحيد المفاهيم القانونية وتفسير النصوص الداخلية تفسيرا يتسع لتحقيق الحماية اللازمة لحق الأفراد وواجباتهم